سلام المسيح تسع مرات وباليونانية ماكريوس وتعني سعيدا مباركا محظوظا هنيالا وانذكرت في العهد الجديد خمسين مرة من هم السعداء من منظور المسيح المساكين الحزانة الجياء والعطاش والمضطهدون والمطرودون معنى الرحمة هي أنك تشيل العقاب من شخص اللي مستحق أنه يتعاقب شنون المسيح هيقدر يرحم كل مؤمن بالمسيح يعتبر مولود في عالة الله وبيعتبر الرب أبوه وبهالطريقة الولد بيحمل صفات الأب المسيح قال كونوا رحماء لأن أباكم أيضا رحيم مكتوفي مزمور 103 الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة فالرحمة نكتسبها من صيرورتنا أولاد لله هل يوجد رحماء في وقتنا تقارير الشرطة والأخبار بتجاوب على هالسؤال كمية الإجرام والقتل والسرقة والاختصاب تدل على احتياجنا لرحماء في هذا الوقت في الكتاب المقدس بيتكلم عن شاول الترصوسي كان إرهابي بوقته لكن من التقابل مع المسيح تغيرت حياته كليا وفيها اليوم الآلاف من الأمثلة في العالم المسيحي اللي تغيرت حياتهم بعد مقابلتهم بالمسيح هل أنت تريد تكون واحد من عدهم هل تريد أنه رحمة الله بتحل في قلبك وتغير حياتك صلي ويايا هالصلاة يا رب يسوعنا بشكرك من أجل رحمتك بشكرك من أجل رحمة اللي بيانتها إلي عمليا على الصليب يا رب أصلي من أجل تجي وتغير قلبي تعطيني بدل قلب الحجر اللي موجود تعطيني قلب لحم وكون أرحم اللي حواليه باسم المسيح يسوع أصلي آمين آمين والربي باركك ونشوفك بالحلقة الجاية واتذكر الرحمة محتاجيها بهذا العالم اشتركوا في القناة